نروح بقى لأخبار تخص النادي الأهلي ومبارح كنت قلت لكم على حكاية محمد الشناوي وعرض الوحدة السعودي اللي جاي ده بقى شوية كواليس ومعلومات مهمة مهمة محمد الشناوي أيوة عنده الرغبة في الرحيل إلى الدوري السعودي نهاية الموسم الحالي وتحديدا إلى فريق الوحدة السعودي بس في تفاصيل مهمة حوالين هذا الأمر محمد الشناوي بالفعل تواصل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي واستأذنه واستأذنه أنه يخرج من الباب الكبير والرحيل نهاية الموسم خاصة أن العرض السعودي اللي جاي لمحمد الشناوي جيد جدا على الصعيد المال الشناوي قابلك الكابتن محمود الخطيب أنه عايز يخرج بشكل كويس وأنه ما عنده مشكلة يمدد عقده قبل ما يمشي لو هيخرج عارة يعني وأنه عايز ما يبقى شنادي الأهلي زعلان يعني لو الأهلي هيبقى زعلان أنا مكمل مع الفريق مش هيبقى زعلان هبقى مبسوط إلا أنا هوافق على العرض اللي هو جيد جدا ماليا الشناوي اللقاتي كمان بيتفاوض أكتر على رفع الراتب السنوي بتاعه مع الوحدة السعودي وحسب معلوماتي أنه هو ممكن يصل لتنين مليون دولار في الموسم والرقم الأهلي هياخده من الوحدة برضو هيبقى رقم معقول جدا طبعا تقلق مصطفى شبير فترة الأخيرة خلت فيه ترحيب أو انفتاح في النادي الأهلي على فكرة رحيل محمد الشناوش آه حارس مهم حارس الأول في مصر بس برضو بقى فيه حارس لوقتي يقدر يسند طيب